بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الحلقة الثالثة من كورس Problem Solving أو حل المشكلات باستخدام الرياضيات المستوى الأول، معادلات جبرية وقصية، هذا الفرع الذي نعمل فيه، المسألة الثالثة، المفترض أنك سمعت حلقة المقدمة، سمعت حلقتين المسألتين المسألتين الذين فاتوا، فحاول تعمل بالترتيب الكورس لكي تطلع بالفايدة الكاملة التي نوي عليها، ليس مجرد أن تحل مسائل عشوائية، لا، أريدك أن تخلص أولا، أنا خلصت هذا المستوى الأولاني، وأملك كل المعلومات التي تتقدم فيه، فأقمش معي بالترتيب أحسن، حسنا، حسنا، كما تعمل في معادلات جبرية وقصية، لم نقلنا على فرع الرياضة تاني، كل فرع سنعمل بالترتيب الخاص به، ستجد المسألة الخاصة به في الشرح، فأنا بنا على المسألة التي عليها الدور، مسألة جميلة جداً على الفكرة، ثانية، ستفيدك حتى في شغل الدراسة بتاعنا، ستعب تحتاج أن تعمل حاجات كذلك، لكن لا تستطيع عرفها، هذا سيساعدك، سيساعدك جداً أنك تفكر بالطريقة هذه، سيقول لك لو كان X سكوير زاد سيساعد واحد، اوجد قيمة X قص خمسة داً تمانية على X زاد واحد، طبعاً الغلطة التي تعملها إيه؟ أنك تروح حال دي على الآلة، وتم رايح معاوض هنا، طبعاً هذه طريقة مش صح، حمش هدفنا في الكورس دا، أنا هدف أعلمك طريق تفكير مش أنك كذلك تحل بالآلة، ولا كيف تعمل تركات في الآلة، دا مش صح، أنا عايز أعلمك كذلك تفكر، عشان كده أغلب المسائل اللي حلها في الدورة دي أو في المستوى دا مش هستخدم الآلة تماماً، نادراً أوي ل رياضيات رجل الكهف، فهنعمل إيه؟ إحنا مشكلتنا في الآلة دي، ما عرفش قيمتها بكام، يمكن لما يجيب قيمتها تخلي الكسر يختصر ويضي مقيمة، أنا حاسس كده، يعني المسائل كلها تبقى كده، بيقى فيها مشكلة ومشكلتها تبقى في الناتج تبقى صد قوي، يعني تبقى الناتج صفر، واحد، اثنين خمسة، أرقام كده يعني، فتعالا نشوف، هنقول الآلة دي، احنا نجيب من المعاطلة دي، من المعطى، نجيب منه X قص خم يتساوي واحد نقص X، ونجيب من المعطى الآخر، ده كده هو، خلينا معاك لأن ده معطى مهم جدا، طيب، نعمل إيه؟ ربع الطرفين، عشان نحاول نوصل إلى X قص خمسة، لما تربع الطرفين يبقى X قص أربعة ثانية X قص أربعة يساوي، ربع ده يبقى واحد تربيع، زائد، الأخير تربيع يعني X تربيع، نقص اثنين في الأول في الثاني يعني اثنين X، طيب حلو قوي، أنا أقدر أجيب X سكوير وعود مكانها، يبقى X قص أربعة يساوي واحد زائد، أو خلينا نكتب بالنظام، واحد نقص اثنين X الذي هناك ده زائد، X سكوير وحط قيمتها من هنا عليها واحد نقص X، لا يوجد أي مشكلة لحد هنا، يبقى X قص أربعة يساوي اثنين نقص ثلاثة X، صح كده هو، جمعنا الاثنين ده مع بعضه، ثلاثة اثنين نقص ثلاثة X، ما الذي أنت مطلوب تعمله؟ دعني معك كده على جنب، أنا أريد أن أجيب X قص خمسة، خلاص، اضرب الطرفين في X، صح كده هو، هي بقى X قص خمسة، تساوي اثنين X نقص ثلاثة X سكوير، برضو، هذه X سكوير أعرف أشياء لها وحط قيمتها، وهي واحد نقص X، أم لديك اعتراض؟ هنحنا هي دي فايدة نجدناها في الأول، طيب، أشياء لها وحط قيمتها، هي بقى X قص خمسة بتساوي كم؟ اثنين X نقص ثلاثة في واحد نقص X، وزع القوس، زي ما ترى كان هدف علامك مهارة حل، تعرف تحل كثيرا، تعرف تفكر كثيرا، تعرف تفكر بسرعة مع الوقت، يعني، ليس هدف أنه هو هذا الهدف الوح نقص X يبقى زائد ثلاثة X، يبقى التوتل خمسة X نقص ثلاثة، هو هذا العظمة، يبقى X و 5 ستلعب بكام؟ خمسة X، خمسة X نقص ثلاثة، خد هذا كده هؤ، وارجع بقى حطها في الكسر اللي كان مطلوبه، ومكاش طالب قيمة X، طالب قيمة الكسر، يبقى شريل X و 5 ليه وحط كام؟ خمسة X نقص ثلاثة، طب ما بيقول لك زائد 8، الزائد 8 مع الناقص ثلاثة هيدي لك كام؟ يدي لك زائد 5، خد الخمسة كومن ف يبقى الناتج النهائي، خمسة، يبقى الكسر ده بكام؟ خمسة، شفت مسألة جميلة جداً على فكرة، مسألة ممتازة، كان بيجي لك في نص مسائل الاستاتيكا، في الفليوت، في الإلكتريسيتي، في أي مسألة كان يطلع لك في النص كده معادلة أنت مش عارفت تصرف فيها، وتلقيت المعيد أو الدكتور في الحل عمل حركة كده تقول طب أنا فكر فيها ازاي، هو ده بقى نفكر فيها ازاي انك تضرب عليها كثير، تعمل فكرة ورد ثانية ورد ثالثة لحد ما تجي لك فك بطريقة جديدة فتجيب الحل، يعني مش المطلوب ان انت تم قيل ايه؟ تمسك ورعه وتحفظ بقى المسألة الفلانية بتحل كده، لا، المطلوب ان انت تعرف احنا فكرنا فيها ازاي؟ عشان لما اجي لك حاجة جديدة خالص ستفكر فيها برضه بنفس الطريقة، فهم الفكرة استخدنا المعطى في الوصول الى النتائج، عايز اقول لك انسى الرياضة، انت عايز تتعلم من الفكرة دي في الكلام العادي خالص برد الرياضة خالص، ان انا معي مقدمات، عايز اوصل بها الى نتائج، لاز كده اللي كان يقول لك حتى شعر ايه؟ والدعاوة اللي لم تقيم عليها بينات ان ابناء اوها ادعيها لما تيجي تبني نتيجة توصلت لها على لا شيء، على ولا قطوة انت خدتها، اكيد نتيجة تبقى حتى لو تبقى صح في كناتك، ولكنها مبنية على استنباط خاطئ او على اسس غير علمية، يبقى دايما في حياتك تبني بمقدمات اوصل بها الى نتائج، عشان بماشي بآلية منهجية او آلية علمية صح، كان يقولوا كده جملة مشهورة حفظ عني، يقول لك ما انا اسهل التجني وما اصعب الاستدلاع، اسهل حاجة ان انا ادعي دعاوة، اقول لك كذا غلط، كذا صح، لكن الصعب ان انا ابني ادلة للوصول الى هذا الناتج، ممكن واحد بالفلاوة كده يقول لي الناتج بتعديه خمسة، اقول له ماشي عملتها ازاي، ما هو مشكلتي الناتج خمسة، انا عايز واحد يبقى عنده عقلية توصله للناتج خمسة ده وغيره، مش مجرد طلعي الناتج بالآلة او طلعي الناتج وخلاص، اي سعر ده بقى ما شبهه يعني، بس بس كده ان شاء الله نتقبل الحلقة الجاية في مسألة الرابعة او في فرع جديد، فخليك متابع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته